بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبديد مع بعض الجزء الثاني من الفصل الرابع لمكرر نظم التشغيل في الجزء ده يا جماعة إن شاء الله ناخد نفذة تاريخية وإن شاء الله ناخد مع بعض موضوع اسمه سيبيو and Input Output Parces طيب نشوف مع بعض نفذة تاريخية في الأول بنقول إن في الخمسينات يا جماعة كانت الجديوات ديت موضوع مش مهم أو مش مهتمين به لإن إحنا كنا نسته في الأول مش كده؟ آه بنقول لك في الخمسينات Process scheduling was not an issue طيب ومن الستينات لأوائل الثمانينيات يا جماعة كان فيه موضوع مهم جداً اسمه Multi-Programming أو البرمجة المتعددة زي ما احنا خدنا مع بعض والtime sharing أو المشاركة في الوقت في منتصف الثمانينيات لأوائل التسعينات معي ظهر ما يسمى بالPersonal Computer أو الكمبيوترات الشخصية وكان الموضوع لسه في أوله طبعا مش كده؟ طيب وكنا برضو مش مهتمين بين بالCP scheduling دوت اهتمام كلي طيب بدأنا نهتم إمتى يا جماعة؟ بدأنا نهتم بمنتصف الثمانيات التسعينات حتى اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي أصبحت فيه أمور دلوقتي أكثر تقدماً في عالم نظوم التشغيل وأصبحت Multi-Processing أو العمليات المتعددة عمليات الجدولة المتعددة والعمليات المعالجة المتعددة ظهرت فالموضوع بقى إيه أكثر اهتماماً ونقدر نقول إن من اللحظة دي بدأنا نهتم بموضوع الجدولة للCPU طيب نشوفوا الموضوع الثاني مع بعض الموضوع التاني بيكلم عن CPU Input Output Parasites وتعالى نخصص كلامنا ونقول إيه؟ نقول كلمة CPU Parasites معناها الزمن المستغرق للProcess عند CPU وكلمة Input Output Parasites معناها الزمن المستغرق للProcess فيه عند الInput أو الOutput يبقى إذن عندنا كلمتين دلوقتي مش كده؟ لهم مين؟ CPU Parasites وإيه Input Output Parasites CPU Parasites معناها الفترة التنفيذية عند CPU وإنبوت أو الOutput معناها الفترة التنفيذية عند مين؟ عند الInput أو الOutput طيب أي بروس في الدنيا جماعة ممكن تصنف اللحاكتين؟ CPU Pound Process وإنبوت أو الOutput إيه الفرق ما بين الاثنين؟ بيقولك في CPU Pound Process الProcess بتبقى مهتمية بعمل Computation زيو حسابات عند CPU أكتر من الInput أو الOutput معنى؟ آه يبقى قلت أنا هو CPU Pound Process معناها إيه؟ الProcess ولكن بيوان مثلاً على سبيل المثال تهتم بالعملية الحسابية عند CPU أكتر من الInput أو الOutput طيب أي بروفورمز lots of computations in long parasites very little Input أو الOutput يعني مكمنية أولئلة جداً بيتم عند الInput أو الOutput جميل Input أو الOutput باون الProcess عملية عكسية معناها إيه؟ إن الProcess بتبقى بتعمل أداء عمليات عند الInput أو الOutput أكتر من الCPU فبيسموها إيه بقى؟ ها؟ بروفورمز lots of Input Output followed by short parasites تمام؟ يبقى إحنا قلنا كم جزء؟ جزئين؟ واحد CPU Bound Process 2 Input Output Bound Process جميل طيب أي بروس في الدنيا ممكن يحصلها CPU Parasites يعني إيه؟ تستغرق فترة تنفيذية عند الCPU ثم waiting for Input Output ويبقى إيه الفترة الزمانية بنسمها إيه؟ Input Output Parasites وبرضه تتقرر الحكاية ويبقى إيه؟ CPU Parasites Input Output Parasites CPU Input Output يعني ممكن العملة الواحدة زي ما أنت شايف تقوم بعدد من العمليات المتتالية من الCPU وعند مين؟ وعند الInput Output الزمن المسترق عند كل واحدة فيهم بنسميه CPU Parasites أو Input Output Parasites ممكن تلاقي واحدة مهتمية بالCPU قوي وممكن تلاقي واحدة تانية ليها بيتنين مثلا مهتمية قوي بالInput أو الOutput السلام عليكم ورحمة الله وبركاته